تنضي بلدية مسقط بوتيرة متسارعة في تنفيذ جملة من المشاريع التنموية أفق رؤية عصرية تستوعب آفاق التنمية والتوسعات العمرانية والنمو السكاني الذي تشهده محافظة مسقط فقد انتهت بلدية مسقط من تنفيذ مشروعات الطرق الدائرية المرتبطة بمطار مسقط الدولي والمناطق الحيوية المجاورة ربط مباشر بين المطار الجديد وطريق مسقط السريع ومنطقة غلاء الصناعية ومنشآت حي العرفان الانتهاء من أعمال مشروع تطوير شارع 18 نوفمبر وإنشاء جسر وتقاطع لمدخل مطار مسقط الدولي جسور علوية وتقاطعات ضوئية بمواصفات فنية عالية طرق تخدم المشاريع القائمة والمستقبلية وتعزز اقتصاديات المدينة أعمال مشروع طرق الربط بين مطار مسقط الدولي الجديد وطريق مسقط السريع أحد أهم المشاريع الحيوية والخدمية والتنموية التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز شبكة الطرق بالمدينة وقد نفذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية والسلامة المرورية إذ سيشكل الطريق وصلة مباشرة بين المطار الجديد والطريق السريع وستقدم المناطق الحيوية كمنطقة غلاء الصناعية والمراكز والمنشآت الحديثة بحي العرفان إضافة إلى المشاريع التجارية والاقتصادية القائمة والمستقبلية بهذه المنطقة كما تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من أعمال مشروع تطوير شارع 18 نوفمبر وإنشاء جسر وتقاطع لمدخل مطار مسقط الدولي وتهدف هذه المشاريع الحيوية إلى إيجاد حلول لفك الاختناقات المرورية ورفع كفاءة الحركة المرورية لتتوافق مع تطوير مطار مسقط الدولي وتوسيع طاقته الاستيعابية وما سيترتب على ذلك من تنامي أعداد المسافرين القادمين والمغادرين إضافة إلى تنفيذ هذه الطرق بمواصفات فنية تضمن استمرارية الحركة المرورية في كافة الظروف والأحوال المناخية بعيدا عن تأثيرات الجريان السطحي وقد تم تزويد المشروعين بكافة وسائل الحماية اللازمة من حواجز خرسانية وأكتاف جانبية ولوائح توضيحية